موسيقى موسيقى كيف حالكم يا ربكم؟ اليوم سوف نتحدث عن طريق تفكير ومشاعر وإحساس لأصحاب برج السرطان في شهر مايو لعام 2020 من الآخر هدفي من الموضوع أن نفلتر الدماغ وطريق التفكير الموجودة عند كل برج عشان نعرف ونحدد إحنا إيه عايزينه لما تسمع حد بيقولك تفكيرك وطريقتك وويوي هتحس أن أنت ماشي بشكل منظم أكتر فده هدفي من الموضوع طريق تفكير برج السرطان أول الأشياء اللي أنت بتفكر فيها هو خاصة بموضوع عاطفي يعني بتفكر جدا في الشريك هل هو بيحبك بجد ولا لأ؟ بتسأل نفسك أسئلة كتير قوي بتسأل نفسك هل أنت معرض للغدر معرض للخيانة؟ هل الشريك ده بيحبك بشكل قوي بحيث أن هو مش هيخونك ولا يغضر بيك؟ ولا أن هو ممكن يكون شوكة في ظهرك بعد كده؟ أنت رايد الاستقرار العاطفي جدا يعني أنت بتتمنى الحب بتتمنى الاستقرار بتتمنى أن حياتك تكون مفيهاش مشاكل عاطفية بالعكس ولكن في نفس الوقت في موضوع كده جواك مؤلئ فيه ارتباك جواك من حيث الوضع العاطفي أنت مش عارف تسيطر عليه ولكن هيكون عندك كل المحاولات أنك تقدر تسيطر عليه بتفكر كتير في الاستقرار بتفكر كتير في أني أنا إزاي أكون أهدأ إزاي أنا نحافظ على علاقتي يمكن كمان يا برج السرطان عندك نظرة مقارنة شوية بحياة حد العاطفية فبدأت أن أنت تتعلم أو تستشف منهم حياتهم العاطفية ماشية إزاي فناخد خبرة معينة فأنا أتعامل بالمعاملة دي يمكن أكون أقدر أن أنا أحسن العلاقة العاطفية فبدأ عندك الموضوع ده بتفكر فيه بشكل قوي جدا طيب الوضع العاطفي كمان بالنسبة للناس المش مرتبطين ده بتفكر جدا في الارتباط والاستقرار العاطفي حتى كمان كرجل برج السرطان اللي عنده طرف ثالث في العلاقة أنت بتفكر في الاستقرار العاطفي بتفكر أني أنت مش عايز تبوز علاقتك العاطفية الحقيقية اللي هو الطرف الأول يعني مش الطرف الثالث أنت بتفكر فيه أن إزاي يحافظ على علاقتي إزاي أن أنا ما دخلش طرف ثالث عشان خاطر ما بوص الدنيا كلها وحياتي كلها تبوز خاصة لو فيه بيت وأسرة و هيكون كيان متضمر بتفكر كتير قوي أني أنت تبتعد عن الطرف الثالث أو أن أنت تعمل حدود معينة موضوع شغل بالك مش عارف كلما تيجي تفكر أني أنا هبعد كلما تيجي تفكر أني مش عارف هعمل إيه إيه الخطوات اللي أنا ممكن أتخذها عندك ارتباك من حيث طرف ثالث فأنت مش عارف تفكيرك يكون ماشي زاوة لكن أكتر الأشياء اللي غالبة على تفكيرك أني أنت تعمل حدود للطرف الثالث بحيث أنه ممكن تكون علاقة صداقة فقط أما دي علاقة استقرار فده برضو تفكيرك من ناحية العاطفية حتى كمان الوضع العاطفي بالنسبة للناس اللي هم مش مش مرتبطين مش كارتباط يعني مش مش حب لا علاقة اجتماعية أو عائلية كتير قوي قوي عايز تحسن علاقتك مع العائلة عايز يكون فيه ارتباط في العيلة قوي عايز أن أنت يكون عندك تواصل ببعض الأشخاص يعني عايز أن أنت تكون فيه ارتباط قوي ما بينك و ما بين الناس فيه أن أنت بتتكلم معاهم فيه علاقة قوية فيه أن إحنا بناخد وندي مع بعضك علاقة صداقة مش عايز تبتعد عن أصدقائك فالحاجات دي كلها مسيطرة عليك بشكل قوي أن أنت عايز تعمل تواصل تعمل قرب في العلاقات الحاجات دي ولكن فيه حاجة مهمة أن أنت عايز قرب من العلاقات دي عشان أنت ما بتقدرش تبعد عن الوضع العائلي أو الاجتماع أنت على طول قريب منهم جدا وإحساسك بيكلك من ناحيتهم أما فيه بعض الحاجات اللي أنت بتتدايق منها منهم آه أنت بتتدايق جدا من تدخلاتهم بطريقة مستفزة أو أن أنت ممكن تكون فيه كلام بيترمي لك مش حلوة فيه بعض الحاجات اللي أنت حاسس أنه هم بيسخروا منك بطريقة غير مباشرة أنت بتحسها برج السرطان أنت عندك وعي عندك وعي جبير قوي بأنك تفهم اللي قدامك نظرة عينه أنت بتقدر تحدد معناها إيه النبرة بتاعت الصوت أنت بتقدر تحدد معناها ممكن تتاخد فكل الحاجات دي أنت بتفكر فيها بتفكر فيه يعني لو أنت بتكلم حد خلال تليفون هتلاقي أن أنت نبرة الصوت أنت بتعد تفكر فيها طريقة صوته هو بيكلمني كان فيه حاجة كان فيه إنه كان فيه موضوع تبدأ تفكر في الموضوع 3-4 ساعات فده أنت بتفكر فيه بشكل قوي حتى لما تعد مع حد من نظرة عينه تبدأ أن أنت تقول كان شكله مش مريحني وهو قاعد معي وكان فيه حاجة كده من جواه كان شكله كده كأنه كانوا بيتمسخر علي فالحاجات دي كلها موجودة عند أصحاب برج السرطان برج السرطان كمان أنت بتفكر كتير قوي فيه حاجة أنت عايز تنولها فيه حاجة أنت عايز توصل لها هدف عايز توصل لمكان عمل معين لمبلغ مادي معين أنت عايز تحصل عليه لحاجة معينة مادية لحاجة معينة مركز أنت عايز توصل لحاجة مهمة جدا جدا وبتفكر لها وبتحضر لها مش عارف أن أنت تطلبها إزاي أو أن أنت توصل لها إزاي وبتحضر للكلام بتحضر للطريقة بتحضر لي أفعالك أن أنت زي توصل للموضوع ده فده برضو موضوع مهم جدا جدا أنت بتفكر فيه كمان عندك تفكير تاني فيه بتتخنق لما بتتفكر في الموضوع ده اللي هو الماضي المشاكل اللي في الماضي اللي بتفتكر غلطة انت غلطتها في الماضي يعني نشوفوا بقى مش مشاكل حصلت ليكم او صدمات حصلت ليكم او افتعالات حصلت ليكم لا ممكن تكون مشاكل انتو السبب فيها او ان احنا كنا غلطانين لما عملنا كذا احنا كنا ماينفعش كنا نعم فلما بتفتكروا ده دي بقى اللي موجوعة اكتر ودي اللي بتتخنقوا منها اكتر لما تحسوا ان انتو لكم زنب بحاجة او تحسوا ان انتو اللي ظلمتوا نفسكم او اللي انتو خلتوا صورتكم وحشة في نقطة معينة هنا عندكم موضوع انتو بتتخنقوا منه كتير المشكلة ان عندكم الوضع ده مصيطر شوية يعني منفتكر الحاجات دي بشكل دائم ما بنعرفش نشيلها من دماغنا عشان نرتاح كل فترة كده والتانية يجي المواضيع دي تعاكنن علينا نفتكرها مرة تاني نقلق ونتوتر ويحصل لنا مشاكل وحاجات من النوعية دي يمكن كمان بتخلينا ان احنا نعمل تقلبات على الناس يعني لو موقف حصل مع شخص وخلاص الدنيا صفيت لا بترجع تفتكر وتلاقي ان الدنيا اتعاكننت مع الشخص ده تاني غصبة عنك فده موضوع برضو مسيطر هيكون عندك التفكير في الموضوع ده والاحساس ده في شكل قوي في شهر مايو برج السرطان عندك كمان في بعض الغيرة اللي هتكون موجودة الغيرة على الشريك او الغيرة على قرب صديق يعني قرب اصدقاء ليكم لناس تانية او الغيرة من بعض الاشخاص بس ده غيرة وحشة او غيرة سلبية هي غيرة غصبة عن اصحاب برج السرطان هتكون موجودة ولكن مش بشكل مش طول الشهر ولكن في ايام معينة من الشهر لانك هتقدر انك تسيطر على الموضوع ده او تسيطري على الموضوع ده هيكون في بعض الغيرة لان ممكن تكون الغيرة دي من بعض الاشخاص المستفزين وبرج السرطان سهل الاستفزاز بشكل غريب جدا 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 فبالتالي ده ممكن يعمل هي مش غيرة مش عايزة سميها غيرة هي ممكن تكون اختناء من الناس دي ممكن يكون اللي هو انت بتستفزني طب ان شاء الله يحصل فيك ويحصل فيك فاللي هي حاجة من النوعية دي لان انت هتقابل بعض الناس المستفزة وده انت بتقابلهم كتير لانك يا برج السرطان كذا مرة حذر ما بلاش نكون سهل الاستفزاز يعني ما بلاش ان احنا ناس تستفزينا كده بسهولة يعني لان برج السرطان عاطفي جدا وحساس جدا فبيتأثر بسهولة عامة من الحاجات كمان اللي انتو بتفكروا فيها هي التحضير لشي عندكم بتفكروا فيه تحضير لسفر التحضير لانتقال التحضير لحاجة مهمة في حياتك انت بتحضر لها بشكل قوي فعندك فكرة التحضير التوضيب المسئولية احساس مسئولية مسيطرة عليك فبتفكر في الموضوع ده بشكل رهيب جدا جدا برج السرطان كمان بتفكر فيه شيء انت ممكن تكون مأجله او أجلته ده تكلمنا عنه في التوقعات التفصيلية بتفكر فيه جدا نشاغل بالك الموضوع ده بشكل قوي مسيطرة عليك جدا كمان في حاجة تانية برج السرطان انت عندك دايما احساس ان فيه شخصية مسيطرة عليها لحد قريب منك اخ اخت حد من الاولاد حد من الاب والام حاسس ان فيه حد مسيطر علي عقلهم حاسس ان هم ما بقوش ملكك وده شيء مقلق او مربك جدا لشخصية برج السرطان يمكن حاسس او حاسة ان الشريك دماغهم مش منهم لا ده مثلا ليه صديق او ليه صديقة بتزن عليهم الحاجات الموضوع ده عامة برج السرطان انت الموضوع ده يعني ركك قوي حاسس ان اللي انت بتحبه او اللي انت بتعزه او اللي انت يا شخص محتاج قربه جدا هو شخص دماغه حد تاني مسيطر عليه ممكن تكون انت فاهم النقطة دي غلط ولكن انت الواضح قدامك او المهيئ قدامك ان هي النقطة دي ان حد مسيطر على عقله فبالتالي حد الموضوع ده بيديقك الموضوع ده بيستفزك بشكل قوي فانت مش عارف تعمل ليه فبتفكر في الموضوع ده كتير كمان عايز اقول حاجة مهمة عند برج السرطان ان اغلب الحاجات اللي انت بتفكر فيها كتير دي انت بتعد تحكيها لأشخاص بتحكي الكلام ده لبعض الناس واللي انا لو عايز اقول تحذير معين خلي بالك واحذر جدا يا برج السرطان سواء رجل او امرأة من الحاجات اللي بتضيقكم او الحاجات اللي انت بتفكروا فيها او احساسكم او 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 لتحكوه لبعض الناس لان الناس دي مش مضمون ان انتو تحكي لهم افكاركم او الحاجات الداخلية الخاصة جدا 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 خاصة الحاجات اللي بتستفزكم احذروا جدا لان الكلام ده ممكن يوصل ويعمل ارتباك اكتر او يعمل استفزازيات اكتر ما بينك وما بين الاشخاص الاخرى عامة تانية برج السرطان محتاجة منكم تقولولي ان ده فعلا اللي بتفكروا فيه وده الموضوع اللي رابطكم والحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها دي هي فعلا في دماغكم ولا لأ وطبعا فيه حاجات تانية كتير ولكن موضوع مش هيساعة ان اقول كل ده عامة باشكركم جدا باتمنى ان اكون في التوكم ما تنسوش اللايك وشير واشراك في قناة وتفعيل الجرس سلام